بعد حفل بسيط توجه منتخب الصين للتايكواندو صباح الأحد إلى أولمبياد توكيو رسمياً في حفلة الافتتاح التي من المكرر أن تجرى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري سيدخل الوفد الأولمبي الصيني الملعب بالمرتبة المائة والإحدى عشرة ولاعبة كرة الطائرة جوتين ولاعب التايكواندو جاوشواي سيحملان العلم هذا شرف بالغ لي وذلك سيشجعني على كسب المجد للوطن الأم على الملعب وأتمنى لجميع اللعب الوفد يهراز درجات جيدة لدى منتخب الصين للتايكواندو ستة لاعبين يكسبون الأهلية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية هذه وهذا رقم قياسي جديد في تاريخ المنتخب وسيجتهد لاعب منتخبات الصين لكرة الريشة والجنباز والملاكمة للحصول على الميدالية الذهبية أيضاً